اكد عيسان بن دريس الأمين الوطني ومدير ديوان الاتحاد العام لتجار والحرفيين الجزائريين هذا الأحد فتح 553 سوق جواري لتوفير المواد الغذائية طيلة شهر رمضان الكريم وفي تصريح خاص به قناة الإذاعية الأولى أشار عيسان بن دريس أنه لحد الساعة تم إنشاء 465 سوق فيما تبشر باقي الأسواق نشاطها تدريجيا مع شهر رمضان وأضاف عيسان بن دريس أن هذه الأسواق ستكون خاصة للمستهلك تمكنه من اقتناء كل حاجيته الضرورية بأسعار منخفضة وأبرز المتحدث أن هذه الأسواق ستشارك فيها كل القطاعات الوزارية وستخصص في الأيام الأخيرة من الشهر رمضان الفضيل لبيع أيضا لوازم عيد الفطر ترجمة نانسي قنقر